اشتركوا في القناة النمسا تعدل برنامج مكافأة المناخ لزيادة الدعم هذا العام فيينا تسترد مليون يورو من مزوذي رياض الأطفال الخاصة شركة آتي أوند إس تخفض عدد موظفيها في النمسا بسبب ارتفاع الأجور مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لإصلاح تاريخي حول سياسات الهجرة واللجوء لتشديد القيود على الحدود وملزما الدول الأعضاء بتقاسم مسئولية الوافدين وأقر الوزراء الأوروبيون في اجتماع ببروكسل نحو عشرة قوانين تشكل ميثاق الهجرة واللجوء الذي يبدأ العمل بمعظمه من عام 2026 حيث دعمت الأغلبية الخطة بينما عرضتها المجر وبولندا بالكامل فيما اعترضت النمسا وسلوفينيا على بعض البنود وتأتي الإصلاحات بعد سنوات من النقاش الحاد وتتطلب من الدول إقامة منشآة حدودية لفحص طلبات اللجوء وإعادة غير المؤهلين إضافة لتوزيع طالب اللجوء على دول أخرى رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على تصريحة نظيره النمساوي أليكسندر شالنبرغ التي وصف فيها حركة حماس بالإرهابية وأكد فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن إسرائيل قوة احتلال تسرق الأراضي الفلسطينية وأضاف أن الاحتلال المستمر يؤدي إلى انفجارات مثل ما حدث في السابع من أكتوبر وأوضح فيدان أن حماس حركة مقاومة وليست إرهابية مشيرا إلى أن قتل الأطفال الفلسطينيين بقصفهم في منازلهم خطأ كبير وأن المجتمع الدولي لم يوقف الظلم أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر التزام الحكومة بحماية حرية الدين وتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع الطوائف في النمسا في لقاء جمع قادة ورموز الأديان في النمسا وأشار نيهامر إلى اتفاق جميع الكنائس والمساجد والجمعيات الدينية على مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف وشدد على أن لجميع المؤمنين في النمسا الحق في ممارسة شعائرهم الدينية دون خوف والاحتفال بالمناسبات معا وارتداء العلامة الدينية في الأماكن العامة ودعا إلى التعاون بين الأديان لمنع التطرف والإرهاب مؤكدا أن الدين لا يجب أن يستخدم من قبل الإيديولوجيات المتطرفة أعلنت الحكومة النمساوية عن تعديلات على برنامج مكافأة المناخ لعام 2024 لتعزيز حماية البيئة والعدالة الاجتماعية وسيرتفع مبلغ المكافأة ليبدأ من 145 يورو إلى 290 يورو وتمنح المكافأة للأفراد المقيمين في النمسا لأكثر من 6 أشهر ويتم الدفع تلقائيا فيما سيحصل الأطفال دون سن الثامنة عشر على نصف المبلغ والأشخاص من ذوي الإعاقة على التعويض الكامل مع فرض ضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 66 ألف يورو وستبدأ عملية الدفع من بعد هذا الصيف أدت عمليات الفحص المتعمقة لمزودي رياض الأطفال الخاصة في فيينا إلى استرداد المدينة حوالي مليون يورو من أموال الدعم المستخدمة بشكل غير سليم بالإضافة إلى فسخ ثمانية عقود دعم في عام 2024 وحتى الآن وكشفت التحقيقات التي جاءت إثر تقرير من مكتب المراجعة في فيينا عن ممارسات مشبوهة مثل عملية سحب نقدية كبيرة وصراعات مصالح وتتضمن آلية الفحص التحقق من استخدام أموال الدعم وفقا لمبادئ الادخار والكفاءة مع تكثيف عمليات التفتيش الميدانية وأكد كورت بيرغا من قسم رياض الأطفال في فيينا على أهمية هذه الفحوصات لضمان الاستخدام الأمثلي لأموال الضرائب أعلنت شركة AT&S للتكنولوجيا العالية في شتاير مارك عن خفض ألف وظيفة عالميا منها 500 وظيفة في مصنعها في شتاير وأوضحت الشركة أن هذا القرار يرجع إلى اختلاف المهارات المطلوبة بين المصانع الحالية والمصنع الجديد في اليوبين الذي سيصنع ركائز لوحات الدوائر المطبوعة ويحتاج لمهارات متخصصة وأكدت الشركة أن خفض الوظائف يعزى إلى نقص المهارات والطلب المتراجع على المنتجات التقليدية بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة في النمسا ومع نهاية نشرتنا نشكر لكم متابعين حسن المتابعة دمتم بحفظ الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة